أشادت هيئة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفوز اتحاد العاصمة على ضيفه الجيش الملك المغربي بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية هذا وثمنت الفاف النتيجة الإيجابية للاتحاد الذي تمكن من حفظ ماء وجه كرة القدم الجزائرية خاصة بعد الهزيمتين التي تلقاها ممثل الجزائر في رابطة الأبطال شبيبة القبائل وشباب الوزداد والذان سقط ذهابا داخل الديار ضد كل من الترجي التونسي وصاندوز الجنوب الافريقي الجدير بالإشارة مشاهدين أن مواجهة الإيجاب ستلعب بتاريخ 30 أبريل بملعب ملاي عبد الله بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلية